كفارة القطيعة انت شاجرت مع واحد وقاطعت ولا عد لا يكلم ولا تكلم ولا يكلمك ولا تكلم وغرص مصارمة مهاجرة مقاطعة ايش الكفارة قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم ان يصارم مسلما فوق ثلاث فانهما ناكبان عن الحق مداما على صرامهما يعني على القطيعة وان اولهما فيئا اول واحد يرجع للثاني يسلم عليه ويزيل القطيعة يكون كفارة عنه سبقه بالفئ وان مات على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا ابدا وان مات على صرامهما يعني على القطيعة لم يدخل الجنة جميعا ابدا وان سلم عليه فابا ان يقبل تسليمه وسلامه رد عليه الملك ورد على الاخر الشيطان راهه احمد وحديثه صحيح انت انت هو لما يعمل لك قطيعة ولا تعمل لك قطيعة ولا بينك وبين اختك ولا بينك وبين يعني بنت خالك ولا بينك وبين جارتك لما تصير قطيعة بعدين انت تندمين او انت تندم وقت رد تتسلم عليه وتتصل عليه ولا تروح الى بيته ولا تتصل عليه السلام عليكم ونحط الله وبركاته بعض الناس ما في رد ما في رد انت لما تسلم الملك يرد عليك فيقول الملك وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وهو يرد عليه الشيطان طيب نختم نختم ب يعني كفارة عظيمة للكبائر جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اني اصبت ذنبا عظيما اني اصبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة شوف السؤال قال هل لك من ام عندك ام على قيد الحياة قال لا اه احفات قال هل لك من خالة قال نعم قال فبرها اذا رح شوف لك شيء تبر به امك اذا انت سويت مصيبة رح شوف لك شيء تبر في امك واذا امك فاتتك الحق على خالتك الحق على خالتك لان الخالة بمنزلة الام جاء رجل الى عمر قال اني قتلت نفسا قال ويحك اخطأا ام عمدا هل من والديك احد حي قال نعم قال امك قال لا والله انه لا ابي قال انطلق فبره احسن اليه فلما انطلق قال عمر والذي نفس عمر والذي نفس عمر بيده لو كانت ام حيا فبرها واحسن اليها رجوت ان لا تطعمه النار ابدا وجاء رجل ابن عباس قال قتل قتل رجلا قال امك حيا قال لا قال تب الى الله عز وجل وتقرب اليه ما استطعت فسألوا عطاء ليش ابن عباس سألوا ام حيا ولا لا فقال اني لا اعلم عملا اقرب الى الله عز وجل من بر الوالدة وقال مكحول بر الوالدين كفارة للكبار وقال انتصار لفرق برقيه اشتراك نانسي لشره من محل الوالدين ترجمة نانسي قنقر